اشتركوا في القناة لو انا طالب في اي سنة من دول بحضر مرة واحدة في اخر كل شهر ساعتين لامتحان واحد وده تم للترم الاول وتم في شهر مارس بنجاح وهيبقى متبقي للي في سنة ربعة لحد تاني عدادي امتحاني شهرين ابريل ومايو فقط وينتهي بالنسبة لهم العام الدراسي والمواد المقررة على هذه السنوات تم نشرها بالكامل كان حصل نوع من الخلط في مادة اللغة العربية في متحان شهر مارس وده تم التعامل معاه وفي الشهور من ابريل ومايو ومافيش هذا النوع من المشاكل وبالتالي المواد معروف هنمتحن في ايه نمتحن في محتوى الشهر فقط متحان واحد ساعتين في مدرسة مافيهاش غير الصف الدراسي اللي بيمتحن وبالتالي التباعد الاجتماعي موجود والاقل قدر من الحضور علما بان الحضور اختياري زي ما احنا عارفين في الترم التاني مافيش غياب لمن يريد انه يكمل دراسته من البيت عن طريق الوسائل المتوفرة طبعا عاوزنا كلنا بس نفتكر ان اللي احنا بنتكلم عليه ده مش احنا مش بصدد الكلام عن تطوير التعليم دلوقتي احنا بنتكلم عن تعامل مع جائحة كورونا في سنة صعبة دول العالم كلها بتجد صعوبة في استكمال العام الدراسي افتكر ان الوزارة بتحارب لاستكمال العام الدراسي والتوفير كل الوسائل الممكنة لهذا مع الاخذ في الاعتبار بالاجراءات الاحترازية وخوف الاهالي المشروع من تأثير الجائحة على الاولاد وعلى السادة المعلمين والاداريين فده بس نفتكر كل اللي احنا بنعمله ده والامتحانات المجمعة والافكار دي كلها علشان نتعامل مع الظروف الاستثنائية اه اتشادة الاعدادية امتحنوا امتحان واحد اه لجميع المواد كان يوم واحد عشان نعفيهم من امتحان الفصل الدراسي الاول طبعا اول او تانية سنوي كانوا امتحانوا امتحانات الكترونية في الجنب المدرسة من 27 فبراير لحد حوالي 10 مارس ودي انتهت طبعا وبنتكلم على امتحانين مش تلاتة في ابريل ومايو دول اللي النهاردة كنا بنتكلم عليهم اه اي حديث عن السنوية العامة سواء تفاصيل الامتحانات التجريبية اللي هم يبقوا تلات امتحانات تجريبية او موعد الامتحان الاول للسنوية العامة الحقيقي ده هنعمله قبل نهاية الاسبوع النهاردة حادثنا عن اولى وتانية سنوي وضوابط رمضان بس عاوز ارجع تاني للصورة صورة النتيجة اللي بتيجي بالالوان بتاعة المرحلة السنوية عشان افكر نفكر نفسنا انه هذه الطريقة زي ما قلنا بتبقى بتحدد مستوى كل طالب بالنسبة لزملائه اللي بيتنافس معاهم على مقعد في الجامعة اللون الازرق عادة اللي هو المجموعة اللي حققت نتائج افضل دي بتكون نسبة من عدد طلاب يعني العشرة في المية احسن عشرة في المية اه في النقطة الزرقة 30% اللي بعدهم اللون الاخضر اللي 40% اللون الاصفر 20% هو المنطقة الرمادي دول اقل اه مجموعة تحصيلا طبعا اطوال الاعمدة الرمادي اه هنا اه مش دقيقة بسبب للأسف ان الامتحان ده تم يعني عدد كبير جدا للأسف من الطلاب تحايلوا على هذا الامتحان وتم اه غشه او محلوش بنفسهم وبالتالي لم نعتبر ان نتيجة هذا الامتحان اللي تم في المدرسة اه تسمح بتقييم وعشان كده عملناها اكتياز وعدم اكتياز يعني اللي افسد النتيجة هو من سمح لنفسه بالغش ومن ساعد الاخرين على الغش بس انا عاوزكم تفتكروا مغزة المنطقة الرمادي اللي بنقول عليها تقدير ضعيف تقدير ضعيف لما انا ابقى في العشرين في المية من الدفع بتاعتي اللي هم عملوا اقل مستوى تحصيلي ده اللي هنسميه ضعيف فيما هو قادم من ضوابط اه اعاوز بس افكر الجميع ان احنا نشرنا المقرر من شهر مارس وابريل في امتحانات القادمة في ابريل لأولى وتانية سنوية فالصفحة اللي قدام حضراتكو هي المقررات في العلوم المختلفة من منهج شهر مارس وابريل اللي هنساءل عنها في امتحان الشهر بتاع ابريل وفيه زيها لتانية سنوية زي ما حضراتكو شايفين وحطينا كمان كلام ده كله تحطي ومتلاتة وعشرين مارس على موقعنا وعلى صفحتي وفي كل حتة ففيه بعض الناس نسيوه بس عاوز افكركم به احنا حطين مواعيد اختبارات شهر ابريل لما يحدث فيه اي تغيير ومواعيد اختبارات شهر مايو ده الاولى سنوي فيه زيهم لتانية سنوي نبص هنا على الامتحانات المجمعة هم تلات ايام فيهم مجموعات من العلوم عشان ما نجي شابتر من كده وعدد الاسئلة موجود لكل مادة ومدة الامتحان ساعتين يا ساعة ونص عشان ما نطلخ بطش مع فكرة الامتحان التكميلي اللي هو ساعة اللي الناس سألت عليها النهاردة الجداول اللي احنا نشرناها بتقول ان هذا العدد من الاسئلة ومعمول حسابه ومعمول حساب الوقت واللي بينطبق عليها بينطبق على كل الدفع وزي ما انتم عارفين التقييم نسبي للدفع فما ازا كان الامتحان طويل هيبقى طويل علينا كلنا لو هو سهل علينا كلنا لو صعب علينا كلنا المهم التقييم النسبي انا وزميلي مش تقييم مطلق فمش عاوزين نتكلم كتير على تناسب عدد الاسئلة مع الوقت والكلام ده كله اه تاني الامتحانات ما بين ساعة ونص وساعتين امتحانات مجمعة ليه عملنا كده علشان نقلل اوقات الحضور ليه مش حطين كل مادة في يوم عشان لو عملنا كده وحريطك عدتو المواد هنلاقي ان احنا محتاجين عشر تيام مع الاجازات بحوالي خمستاشر يوم كده يبقى الامتحان بياخد نص الشهر فما فيش وقت نتعلم فيه المحتوى اللي مفروض اعرفه عشان كده جمعناهم في تلت تيام كنوع من التقييم المتناسب مع الظروف اللي احنا فيها اه هنا ده الموعيد اختبارات ابريل برضو لصف التاني السنوي وهذا موعيد اختبارات مايو للصف التاني السنوي اللي قلنا النهاردة انه الامتحان اللي اتعمل على التابلت في المدرسة من 27 فبراير لعشرة مارس هنحسبه اجتياز او عدم اجتياز ليه مش هناخد دركته لان دركته لا يمكن الاعتداد بيها في ضوء حجم الغش اللي تم في هذا الامتحان وبالتالي الولاد اللي قراروا يغشه افسادوا قيمة هذا الامتحان ليه عاملين الامتحان اللي جاي ورقي علشان نوقف ما تم في المرارة الاولانية حاجة ملاش دعوة بالتكنولوجيا خالص ليه دعوة باخلاقيتنا اللي بنمارسها في الامتحان وبالتالي الامتحان اللي هيحصل في اخر ابريل ومايو هدفه هو الوصول الى تكافؤ فرص وعدالة في التقييم الطالب المجتهد لازم يتم تمييزه عن الطالب الذي لم يبزل الجهد في التعلم وده الهدف الاساسي من اي تقييم في الدنيا فالاسئلة هي هي لم تتغير الاسئلة هي اللي بتقيس درجات الفهم هنعمل امتحانين اللي لسه شايفين جداولهم في ابريل ومايو متوسط الدرجتين هو ده المية في المية اللي هتنجحنا للسنة اللي بعدها طيب الامتحان الفاصل الدراسي الاول قلنا كل من حضر الامتحان وكل من صادفته مشكلة تقنية مسبتة هنعتبره اجتياز مش هنحسبه على هذا انما اللي مجاش خالص يعني غياب في هذا الامتحان ده اللي هيتعمله امتحان تكميلي الموضوع ده مالوش دعوة خالص بحتة المنطقة الروماجي احنا بنقول فيما يخص امتحان التيرم الاول اللي لقو امتحان تكميلي هو اللي مجاش ليه لانا ما نقدرش نعفيه من المحتوى بتاع النص الاولاني من السنة اللي اذا كان حضر له وامتحن فده شرط أساسي عشان يخش امتحانين بتوع ابريل ومايو الامتحانين بتوع ابريل ومايو احنا اتفقنا هنعملهم اختيارات من متعدد وهنزل نمازج استرشادية قبل موعد الامتحان عشان نتعرف على شكل هذه الامتحانات المجمعة ولو انها شبيهة جدا باللي حصل من ربع ابتداء التاني عددي اه انما الاسئلة هي هي اللي بتقيس درجة فهم مخرجات التعلم وليست الاسئلة القديمة موضوع البابلشيت اه اعتقد يعني التلات تربع ناس مش عارفين يعني ايه بابلشيت ولكن احنا نمارس جدل كبير في حاجات الحقيقة مش من الشأن العام المهم بالنسبة للطالب ايه المادة اللي هو مسئول عنها والامتحان امتى والساء كام ونحلو احلو لو جايلي على سطح تابلت او على سطح ورقة هو نفس الامتحان احنا بقى هنصلح الامتحان ازاي بابلشيت بمدرس الفصل بمدرس مش من الفصل بسكانر دي حاجة مش من القضايا اللي نهتم بيها ولا مفروض نعرفها ولا كنا عمرنا بنعرفها فبابلشيت ده اسلوب في التصحيح احنا نختار نستخدمه او ما نختارش دي قضايا داخلية لا تؤثر على الطالب في اي شيء وبالتالي لن نتكلم فيها على الاطلاق لانها حاجة تخص الوزارة فقط بالنسبة للطالب اللي يخصه حاجتين المنهج اللي هو مسئول عنه زي ده ده اللي هنذاكره وده اللي هنذاكره في تانية سنوي ودي معيد الامتحان بتاعتنا نيجي في اليوم ده نمتحن في الزمن ده والوزارة هتصلح ده وتطلع نتيجة ده كل ما في الامر فالامتحان بنظام الاسئلة الجديدة في ورقة مجمعة وعشان ما نسترسلش في الحوار ده كتير ليه عاملينه ثلاث يام وراء بعض علشان ما نقدرش نضيع خمستاشر يوم في الفترة دي في امتحانات وبعدين يبقى خمستاشر يوم تعليم لهم ما قلالين جدا عشان نمتحن امتحن اللي وراها لازم نختصر عدد المرات في الحضور عشان الكورونا وعشان نقدر نكمل العام الدراسي وده هينطبق علينا كلنا اتفقنا ازا ان احنا هنحسب شهر ابريل ومايو متوسطهم هو الدرجة بتاعت السنة ولازم اللي غاب عن الترم الاولاني ياخد امتحان بديل ليه قبل امتحان القادم بتاع ابريل هنجاوب في الامتحان الجاي في نفس الورقة وبديل عشان ده احنا بنحضر في المركز القامل لامتحانات ورقة فيها قوانين ومفاهيم لكل مادة وهننشر النماذج الاسترشادية وهذه الاوراق قبل الامتحان بمدة كافية لمن يقول ان الوزارة تراجعت عن مشروع التطوير يا جماعة احنا بقلنا ثلاث سنين بنشرح موضوع التطوير بتاع السنوي مالوش علاقة بان الامتحان الكتروني او على ورقة موضوع التطوير بتاع المرحلة السنوية يتمحور حول نوعية الاسئلة اللي بتقيسق فهم مخرجات التعلم فقط لغير وعشان نساعد الطلاب على التحضير لهذا النعم الاسئلة بدل الاسئلة اللي كنا بنحفظها زمان وبعد ما الناس قالت والله كتاب الحكومة مش كافي لنا فاحنا اضفنا محتوى رقمي غزير جدا على بنك المعرفة وعلى المنصة بتاعت الالم اس وعلى حصص مصر وعلى القنوات التلفزيونية وعلى البس المباشر ندي كل طالب وطالبة فرصة يفهموا مخرجات التعلم بالطريقة اللي تريحهم من المصدر اللي رياحهم فأولا ما نسألش هو الامتحان جاي من الكتاب ولا من البنك المعرفة الكتاب جاي على فهمك لمخرجات التعلم لو انت فهم كل درس هدفه نتعلم منه ايه وفهمناه سواء بقى من الكتاب من البنك المعرفة يبقى انا هحل في الامتحان كويس ده أولا الدولة المشروع التطوير في بنوك الأسئلة وفي طريقة التصحيح وفي المحتوى الرقمي اللي بيساعدني على هذا كون بقى الامتحان ييجي على التابلت أو على ورقة أو شافوي حتى ده سيان احنا منتكلم عن نفس الأسئلة دي حاجة تخص الوزارة تخص طريقة تحريك الامتحان والتعامل مع التسريب والتعامل مع الغش والتعامل مع التصحيح حاجات من شأننا احنا إنما من شأن الطالب إن الأسئلة هي هي الأسئلة هتجيله على الشاشة زي ما هتجيله على الورقة بالزبط ففي كل أحوال مش عاوديين نشغل الولاد بهذه التفاصيل ولا أي حد بالتفاصيل التطوير زي ما هو بالزبط احنا بس عشان اللي من يقوله تراجعنا وما تراجعناش احنا عملنا من مارس تسعتاشر لمارس واحد وعشرين تمانية واربعين مليون امتحان إلكتروني وهو الرقم الأكبر في الكرة الأرضية في هذا الزمن وبالتالي أعتقد نحط نقطة هنا ونتكلمش بقى على التطوير بلا فهم لما هو التطوير التطوير ليس بابلشيت وليس امتحان على تابلت التطوير هو أن احنا جايين نتعلم نفهم مخرجات التعلم والامتحان بيقسها بس الامتحان على ورقة أو على تابلت ده ما يغيرش في ده أي شيء فالأساس هنا هو البنوك الأسئلة وطبيعة الأسئلة وأتمنى أتمنى أن نتوقف عن كل هذا الجدل الغير هادف ونخلي الولاد تذاكر المحتوى اللي هم هيسألوا فيه اللي هو ده عشان هيجوا يمتحنوا في اليوم ده وما نشغلهمش بقي شيء تاني طيب الامتحان التكميلي واختلف الناس كلمة امتحان تكميلي تعود على حاجتين إذا كنت ما حضرتش الامتحان بتاع الترمي الأول غياب يعني لازم أعمل امتحان في المادة اللي غبتها عشان أتساوى مع زملائي قبل امتحان إبريل طيب أنا ما عنديش الامتحان دي أنا حضرت كل حاجة خلاص كويس هنعمل بقى امتحانين في إبريل ومايو وهنجمع درجاتهم بعد ما نجمع درجاتهم ونطلع النتيجة بالألوان المادة اللي اي طالب هيلاقي نمريته في المنطقة الرمادي معناه إن هو في المجموعة اللي هي عشرين في المية في قاع الدفع ده بنقول عليه تقدير ضعيف هياخد امتحان تكميلي او دور تاني اذا حبينا في هذه المادة اللي كان عنده مشكلة تقنية في الفصل الدراسي الاول ده يعتبر اجتياز مش هيعمل امتحان تكميلي اه اللي في الاخر خالص بعد ما نجمع نمر ابريل ومايو كان في المنطقة الرمادي هيعمل امتحان تكميلي في مادة او اكثر اذا حصل على تقييم ضعيف بها عشان ما يعادش السنة ده هيتم بعد مايو طبعا كدور تاني يعني طيب المواد التي لا تضاف الى المجموع المدرسة هتتولى عقدها بعد امتحان شهر مايو اه اللي ما حضرش الفصل الدراسي الاول يمتحن في المنهج كله اه اللي حضر الفصل الدراسي الاول طبعا يمتحن في منهج الفصل الدراسي التاني احنا كنا نشرنا ده قبل كده وهو نفس الكلام كنا نشرنا 23 مارس وبنعيده تاني من باب التذكرة فيما يختص بالمدارس الدولية المدارس الدولية بتتولى عقد امتحانات مواد الهوية اللي هي اللغة العربية والدراسات والدين وتربية الوطنية على مستوى المدرسة وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية. آآ ونفي ينطبق عليهم نفس الحاجة يا اما المنهج الكامل اللي ما عملوش قبل كده او نص المنهج للي امتحان الترمي الاول. آآ في خلال شهر رمضان وكل سنة وحضراتكو طيبين بنفكر بعض ان الحضور اختياري في جميع نوع المدارس. فمن يطلب بان احنا نعود في البيت ونبطل المدرسة وبتاعه اللي مش عاوز ييجي يقدر يقضر يقضر في البيت. المدرسة موجودة لمن يحتاجها. آآ ولا يزيد عدد ايام حضور الطلاب. كامر اداري للمدارس العامة الحكومية والخاصة والدولية عن تلات يام اسبوعين. آآ الجداول التبادلية اللي عملناها في اول السنة نلتزم بيها بحيس الولاد ما تجيش اكتر من تلات يام. واللي مش عاوز ييجي هذا هو اختياره. ازا كان شاعر انه يستطيع التكملة من البيت عن طريق المنصات والقنوات المتاحة. المدارس الدولية آآ لم تنفذ هذا الكلام في الترم الاول. واحنا بنشدد على المدارس الدولية. وانواع المدارس الاخرى. الالتزام باتاحت الاختيار لولي الامر. هل الابن يحضر او لا? نمرة واحد. نمرة اتنين. ازا حضره. ما يزيدش عدد ايام الحضورة عن تلات يام وتوفر المدرسة محتوى الالكتروني. او تعليم عن بعض زي ما الدولة موفرة في مدارسها الحكومية. ولا آآ استثناء من هذا في الترم التاني. والوزارة هتبقى آآ بصة كويس جدا على المدارس الدولية والخاصة في حالة الاخلال بهزي الشرط. آآ كمان رسالة بنحب نأكد عليها انه جميع المدارس آآ والكينات التعليمية. هنا نقصد جميع نواع المدارس سواء حكومية او دولية بتدريس مواد الهوية الرقمية زي ما قلنا بالزبط. والالتزام طالما في طلاب مصريين في المدرسة بتحية العالم واداء النشيد الوطني سواء كانت مدرسة بريتش او امريكان او جيرمان او كانيديان او فرنش. لازم نحيي العالم ونقدي النشيد الوطني والوزارة هتؤكد على هذا وتتبعه. آآ وكمان الالتزام في اي نوع من انوع المدارس بالتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والابلاغ عند ظهور حالات مرضية وليست تغطية عليها. واتباع قواعد الغلق. آآ التزام المدارس الدولية طبعا بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من الوزارة فقط. آآ ومراجعة جميع المناهج للتأكد من خلوها من اي معلومات تتعارض مع الثقافة المصرية والثوابت الوطنية. آآ ده شيء مهم جدا بنحاول نأكد عليه وبنقول ان احنا هنتبعوا بكل دقة في الترم ده. وطبعا بنتمنى لحضراتكو آآ يعني آآ رمضان كريم علينا كلنا وان شاء الله الامتحانات اللي هتتعامل في بعض ايام رمضان اللي هي في اخر ابريل هتكون امتحانات قصيرة جدا وكل حكاية في سنوات النقل الساعتين بنحضرهم في اولى آآ وتانية سنوي هنيجي تلات ايام برضو ساعة ونص او ساعتين آآ في معاد بعيد جدا عن الفطار فده هيبقى ان شاء الله خفيف جدا. المهم آآ الرسالة العامة للطلاب يا ريت نركز بس على المحتوى اللي هنذاكر فيه اللي هو قصير قوي. والامتحان هيبقى بسيط جدا ومباشر وسهل وقصير. فيش اي مشكلة. وآآ نتوقف بقى عن الكلام عن حاجات جانبية التطوير والبابلشيت والتراجع. فيش تراجع في اي حاجة على الاطلاق. الوزارة اصبح عندها من الحلول ما يمكنها من تنويع الحلول للتعامل مع الموقف. وحضراتكم شايفين الارقام. انا بنحاول جاهدين ما نضيعش اسابيع تعليمية اكتر من هذا. احنا ما وصلناش لخمستاشر اسبوع لحد الوقتي من تلاتة وتلاتين. وآآ ياريت نبقى عارفين انه ازا ما قدرناش نكمل الاسابيع التعليمية الدفعات الحالية هتعاني معاناة شديدة جدا في السنين القادمة. فياريت كلنا نحط ادينا في ادينا بعضش ان نماشي السنة. وآآ احنا احسن من غيرنا كتير. واتمنى اكون رديت على الاسئلة المتكررة وتصبحوا على خير. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.